السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهر ده يا حبيبي احلى طبق كرشة مع بعض انا هعمله من الالف الى الياء يعني هنشوف طريقة اول حاجة تنظيفه وبعد كده المحلول اللي بحطه فيه علشان ما يبقاش لها اي ريحة وطريقة تنظيفها الحلوة وبعد كده هنعملها بقى الكرشة نطبخها اللي هي فيه ناس بيسموها الكرشة وفيه ناس بيسموها الكمونية والاشطيطة ليها كذا اسم بس حبيبي فضلا وليس امرا ادعموني بلايك فيه ناس بقى بتحط وهي بتنظفها في المياه اللي بتنظفها فيها السخنة فيه ناس بتحط اسبرينو فيه ناس بتحط قرص فوار فيه تسيد جيم بس انا هحط هقولكم حط ايدي الوقتي بيسهل لان هي تنظف بسرعة بس اول ما بجيبها بحطها في الفليزر حطتها يومين في الفليزر عشان تبقى سهلة في التنظيف وبعد كده لما فكت حطت عليها حوالي لترين مية سخنين سخنين يا حبيبي يضب بحط ايديا فيهم المية ما بتغليش وبعد كده هنزل بيباكو البودر ومعلقة من بيكربونات السوديوم اللي هي بنحطها على الطعمية الكربوناتو اللي بنقول عليها كربوناتو معلقة واحدة بس من الكربوناتو اللي بنحطها على الطعمية وهسيبها قيمة عشر دقايق ولا اكتر ولا اقل عشر دقايق بس هنزلها كده بس بالمقصوصة دي كده وعشر دقايق او ربع ساعة بالكتير وهتشوفها هتطلع معايا بمنتهى السهولة بسم الله حطها بقى على صنية وبمعلقة او سكينة تكحتوا بقى الحاجات اللي فيها دي وهتطلع بمنتهى السهولة او ممكن حد يشد دقصاتكو يعني يبقى اسهل هنشوف دلوقتي هنعمل ايه شايفين بتطلع بمنتهى السهولة بامانة يعني اهي بسم الله ما شاء الله طريقتها سهلة جدا بس اهم حاجة يا حبيبي قلتلكو علشان تاكلوا طبق كرشة كويس اهم حاجة ما يبقاش فيها ريحة يعني انا بسم الله ما شاء الله عملتها وعملت لها المحلول اللي هتشوفوه دلوقتي كانت حقيقي بيرفكت ما فيهاش ربع غلطة ولا اي ريحة ولا اي حاجة والتسوية بتاعتها ممتازة بس حبيبي سوى كانت كبيرة في السن الكرشة او صغيرة بتحتاج نار لازم يا حبيبي تسلقها سلقة كويسة شايفين السكينة اسرع من المعلقة هنضف ده كله كده كويس وهنبدأ بقى نغسلها كذا مرة هشيل السواد اللي فيها ده ممكن حد لو اسهل يشد قصادي زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم اسهل من ان انا عملها الواحدة غسلتها كذا فم وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده شايفين بفتة بيضة مفاش اي حاجة فل هعمل لها محلول بقى ايه هقول لكم عليه حبهان مطحون وقرنف المطحون شايفين حبهان مطحون وقرنف المطحون وهحط عليها لامونتين هعصر عليها لامونتين وشوية ملح خشل وهقلبها وفرقها كويس في بعض وهحسبها قيمة ساعة شوفوا يا حبيبي المحلول ده استحالة يبقى لها اي ريحة حاجة كده هتطلع فل معاكي وطعمها تحفة وشوفوا دلوقتي الطريقة انا هركنها كمان ساعة لازم تقعد في المحلول على الاقل ساعة او نص ساعة للمستعجلين بسم الله وبالطريقة الجميلة دي لو شايفين اي نقطة سودة دي من الحبهان والقرنفل لكن هي نظيفة جدا وشطفتها كذا مرة وفي مية سخنة نزلت ببصلتين مية بتغلي وهنزل بقى بالكرشة انا هسيبها نص ساعة بس المرة دي اول سلقة انا هسلقها مرتين هسيبها قيمة نص ساعة بس وصفيها ده الحمص المسلوق للي حبب يحط حمص وسلقتها كده هصفيها دي اول مرة اللي هي عليها بصل بعد كده هسلقها في مية عادية بيضة زي محاضراتكم شايفين كده مش حط عليها اي اضافات واخدين بالكم هسيبها برضو قيمة ساعة وشوية الحاجات دي التوم والصلصة والبصل والورق اللوري والحبهان والعود الارفة والملح والكمون كل حاجة في صندوق الوصفة هكتبها لكم بالتفصيل نزلت ببصلتين كده في معلقة سمنة على معلقتين زيت وبعد ما دبلت البصل نزلت بكتوم عشر فصوص توم على السريع كده بمنتهى السهولة طريقتها وشوية دي التوابل برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف وقادي الطماطم كيلو اللي ربع طماطم من فرزوها صلصة طماطم وعليها معلقة الصلصة وقادي الملح وحسيبها قيمة عشر دقيقة بس تتسبك هي مستسبكة ونزلت بالكرشة قال لي بتعف بعض وحط بقا شوية الحمص ما تنسوش الحمص وكبايتين شربة بديل الشربة المية يا حبيبي واتدوقوا بقا حدقها تشوفوها تحيقوها وبسم الله ما شاء الله قعدت ساعة لربع كده على النار بس طلعت ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله طلعت عشرة على عشرة ما تنسوش يا حبيبي الحمص للي حابب يحط الحمص بنحطه على أول ما بنزل الصلصة وعملت معها رزب شعرية حقيقي يا جماعة لو عملتوها بالطريقة دي هتاكلوا أحلى كرشة حقيقي حاجة عشرة على عشرة بسم الله ما شاء الله عسل 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 وطلعت طرية ومستوية وما فاش أي ريحة وحشة حبيبي لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة